سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة أسئلة عن الحرب والهدنة الحلقة السابعة والعشرون وأريد أن أناقش فيها كل ما يجري تدوله الآن من أفكار تبدو أنها مشاريع سياسية لأقول احذروا أن تقعوا في حبائلها نسمع الآن حديث مثلا أن النقاش دائر ومبادرات ومفدين واجتماعات وفد مستشاري نائبة الرئيس الأمريكي يلتقي بوفد من حكومة الكيان لمناقشة ماذا؟ ما يناقشه الوفد الأمريكي والبريطاني مع الدول العربية مع مجلس تعاون الخليجي مع مصر ما هو غزة ما بعد حماس؟ كيف سيكون عليه الوضع؟ أن لدى الإدارة دراسة جاهزة وأنه تم التحضير لصيغة أنه عرض على السلطة الفلسطينية مشروعا ناقشت بعض بنوده فقبلت البعض ورفضت البعض وهكذا هذا جانب الجانب الثاني موفدين سيأتون وموفدون أتوا ويحملون مشاريعا لكيف يمكن إبعاد حزب الله عن الحدود وحل المشاكل العالقة في القرار 17-01 أملا بتطبيقه بصورة نهائية وضمان الاستقرار على جبهة الحدود سؤال كم يحتاج المرء من خفة عقل كي يصدق هذا الكلام؟ طيب الحديث عن ترتيبات سياسية في غزة تستثني حركة حماس بل تقوم على قاعدة أن حركة حماس انتهت وأن النقاش يدور على ما بعد حماس وخطط خطط خطط طيب ألا يشترط هذا أن تكون الأمور في الميدان تقول بأن الكفة راجحة لصالح كيان الاحتلال جيش الاحتلال يحرز تقدما جيش الاحتلال يحقق أهدافا يستطيع تفكيك البنية العسكرية تم اعتقال كبار قادة حماس بأسمائهم المعروفة تم قتل هؤلاء تم الدخول إلى الأنفاق يعني طيب على جبهة لبنان أنه هذا اللي عم يحكي بإبعاد حزب الله يعني صار مثلا أنه في تقدم الإسرائيلي وسيطر على بنت جبيل وعلى ناقورة ودخل إلى لخيام والآن هو يعرض أنه ليس بوارد الذهاب إلى حرب لكن أبعدوا حزب الله إلى ما وراء الليطاني كي لا أكمل يعني شو هو الأساس الذي يسمح لهؤلاء غير الشعور بغباء من يتلقى الاستخفاف بعقل من تطرح أمامه هذه العناوين ليش عمو الاستخفاف لأنه بالقياس الطبيعي للأمور بالقياس الطبيعي أنه إذا بحرب تموز الإسرائيلي ما أدري زحزح حزب الله من خط الحدود وأطرح بالبداية الصحق وفشل ثم قال طيب الإبعاد إلى ما وراء الليطاني بالقوة طيب شو عنده جديد اليوم لم يكن موجودا عنده في حرب تموز كل جديده إضعاف يعني أنه الآن منشغل بحرب غزة أن جبته الداكلية ضعيفة غير متماسكة أن وضعه في الرأي العام العالمي بحرب تموز قمة الثمانية الكبار اللي كانت فيها روسيا والصين بشاركين وطلعت ببيان أو روسيا كانت فيها وطلعت ببيان يقول مع حق إسرائيل بالدفاع عن النفس اللي يلا بيحكوا فيه الأمريكان والإنجليز وسائر دول الغرب وانتصر حزب الله وفشلت الحرب طيب بشو بدك ترجعوا يا حبيبي اليوم طيب الحكي عن تنفيذ السبعة عشر سفر واحد مش للإلهاء يعني أنه هذا إذا هلأ وافق لبنان على الحكي عليه ووافقت المقاومة على النقاش فيه أول خطوة شو بدك تقول طيب وقفوا لنا العمل على جبهة الجنوب لم بلش نحط الترتيبات لم نأخذ لنا خمس ستة شهر نكون نخلصنا من غزة وبالتالي منرجع منشوف إذا إسرائيل بدك تنفذ ولا لا هلأ بيقولوا لنا إيه رح تنفذ لكن إسرائيل أنه كانت جاهزة تترك مزارع شبعة وطلال كفر شوبة وفي حدا أخذها على إيدها وقال لها ما تعملي ليش بال2007 ما إيجا ببانكيمون بمشروع وقال أنه سلموها لليونيفل ووافقت الحكومة اللبنانية ووافقت الحكومة السورية وقال حزب الله لا مانع لدينا وإسرائيل رفضت طيب شو تغير هلأ غير شي واحد شي واحد الميدان الميدان يزعجهم في غزة فيريدون إلهاء الناس بأكاذيب السياسة إسرائيل تنزف في غزة مشروعها يفشل في غزة جيشها يهزم وينزف في غزة شو الحل أحد الحلول هو الحرب النفسية إشغال أهل غزة وخارج غزة أنه خلاص خلصة الحرب عشو تضيع وقتك وتنزل بمظاهرة بعمان وبالقاهرة وبأنحاء العالم هذا البحث الآن يدور على ما بعد غزة يعني ما بعده حماس وللناس اللي بغزة كمان أنه عشوا بعد تكون متحملين وساكتين وصابرين وهذا خلاص الموضوع انتهى حماس خلصة ذكروا تماما خلال الحرب على سوريا نفس النظرية ما بعد الأسد نفس النظرية أيام الأسد معدودة نفس النظرية أنه الخطط انحطت لإعادة إعمار سوريا والتركيب السياسية والدستور وشكل الدولي ومين بده يترقسها وإلى آخره وهذا ما هاي؟ الفشل العسكري هو الذي يبعث هذه المشاريع شايفين لو إسرائيل عم تربع عسكريا ولا كلمة عن الغزة ما بعد حماس لو إسرائيل عجبها الجنوب عم تربع عسكريا ولا كلمة عن إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني هذه المشاريع تطرح في التداول لأن إسرائيل تختنق عسكريا لإلهائنا عن الميدان لصرفنا وصرف أنظارنا وانتباهنا عما يجري في الميدان لوقف التحدث عن الميدان لوقف الدعم للميدان إدخالنا بمتاهات النقاشات ويصير واحد يأتي بيقول لك حرام غزة بكفي طيب شو بدي حماس هاي هون عم يحكوا بي ما بعد حماس شو ناطرين يعني وبيجي بيخبرك ممنوع نحزن على غزة يا أخي وكيف باتعمر غزة بتقول له غزة إذا انتصرت هي تفرض شروط النصر لبنان باجتياح 82 نقطة المي منعوها تفوت على بيروت الغربية ورجعوا أقرغ الكلام ذاته ريجان وكيسنجر وهذا حق الدفاع عن النفس لإسرائيل وكان عدد الشهداء من المدنيين 30 ألف وتلت بيروت حسب تقديرات لهم بالمتعدة كان على الأرض دمر دمار كامل وفسفور أبيض ونابال وقنابل فراغية وإسقاط أربع بنايات ضربي واحدة كل هذا لكن شو بلشوا يحكوا بلشوا يحكوا ما بعد بدنا نركب الدولة وبدنا نبني جيش وبدنا نعمل اتفاق وراحوا فيه لما صحلهم طبعا لما صحلهم راحوا فيه لكن الذي هذا الإسرائيلي ذاته وما ضايا 15 يوم ببيروت حمل الرايات البيضة وصار يذيع لا تطلق النار جيش دفاع الإسرائيلي ينسحب الآن المرحلة للميدان على جبهة لبنان ادعموا المقاومة لمزيد من إسقاط الخسائر في جيش الاحتلال أي حدا بيفتح معك نقاش حول الانسحاب إلى ما وراء الليطاني والوفود الدولي والضغوط والمنائشات وتطبيق الـ 17-01 ومعقول الإسرائيليين يسحبون مزارع شبعة ومعقول يصير حل القضايا العالقة لا تشارك في النقاش اقفل للنقاش اقفل للنقاش بتجاوب ما يهمني الآن هو أن المقاومة في لبنان تجعل هذا العدو ينزف كل هذا الكلام هو ثمرة النزيف لذلك مزيد من النزيف سيخرج مزيد من الكلام بس ما بنروح من رد عليه للكلام بنرجع إلى مزيد من النزيف بنرجع إلى القول مزيد من الدعم للمقاومة مزيد من الوقوف وراء المقاومة في غزة مش الشراكة في نقاش معقول يخي صاروا عم يحكوا هلأ بغزة بعد حماس معقول السلطة الفلسطينية هي تكون السلطة والله بدنا يجيبوا قوات عربية وأجنبية والله بيعملوا حزام أمني والله بيجيبوا قوات دولية شايفين كمية الأفكار المطروحة بالتداول ولا وحدة منها إلى أساس كلها مبنية على كيف يمكن أن تربك الناس كيف يمكن أن تخوض حربا نفسية على الواقفين واللي عم بيفكروا اليوم نطلع مظاهرة بالقاهرة بيقرأ هول بيقول لك لشو بدي يطلع عم بيفكروا يحاصروا السفارة الإسرائيلية في عمان بيقرأ هول بيقول لك خيب شو بدي في هذه الشغلة المواطنين اللي بيغزة اللي عم بيرحلوا شهدة وعم بيقول فدى المقاومة عم بيقولوا له عشو ما خلصت المقاومة لا المقاومة ما خلصت المقاومة مستعدة خليني ألكون إياها هيك في لبنان وفي غزة مش شهور سنوات هذه الحرب لن تقف هذه الحرب لن تقف لن يحلم الإسرائيلي بالخروج منها معافة بده يتكسر جيشه بده يحمل أشلاء دباباته بده يحمل أشلاء جنوده حتى يصرخ حتى يصرخ ويقول للأمريكان أتوسل إليكم اجلبوا وقفا لإطلاق النار مع تبادل أنا جاهز الكل مقابل الكل وبسحب قواتي من غزة ولاقولي مخرج صيغة ما صيغة ما لأنني خلص لم أعد قادرا على الصمود أو الجيش بيجيب نتنياهو بقول له نلعفل بدنا حدا يقدر يتحمل مسؤولية وقف إطلاق النار فبتطلع حكومة جديدة وبتقول هذه حكومة عم ندافع عن حالها كانت نحن ما بدنا كل هاللي صغار نحن بدنا وقف إطلاق نار وتبادل وهدنا طويلة سنتين ثلاثة بعدين منفكر كيف نتعامل مع غزة وكذلك بحال جنوب لبنان أنه بيقف هذا التافه السخيف جلنت اللي سمعتو أهل أصلا عن العرب أنهم حيوانات بشرية حيوانات على هيئة بشر هذا المشعوذ النازي بيقف يجتمع مع رؤسة المستوطنات عم يبهدلوا فيه أصلا عم بيقولوله روحوا نرعوا عننا أنتوا كذبين أنتوا عم تقولوا أي إنجازات عم تحكي عنها أي إنجازات نحن مش قادرين نرجع على بيوتنا حزب الله يقرر من يدخل إلى المستعمرة ومن يخرج منها هون طلعين تخيئلون أنه إذا ما نجحت الجهود الدولية لإبعاده نحن سنبعده إن شاء الله صدقته هذا الحكي هو يطالع بيده يبعده سنتيمتر لحتى بده يرجع له وراء الليطاني لذلك أنا في هذه الحلقة بعدما وصلتني كثير من الأسئلة والنقاشات والحوارات شعرت بأن علي مسؤولية أن أتوجه للناس عبر هذه الحلقة كل الناس لأنه 99% من الناس مع غزة 99% من الناس مع المقامة 99% من الناس مع النصر لا تخشوا النصر آتي النصر قادم والمقاومون بألف خير بغزة بألف خير وبلبنان بألف خير وقادرون على خوض حرب سنوات مش شهور خلي الإسرائيل يفرجينها قديش بيحمول أنه توسع بغزة شو يعني توسع بغزة ما وصل على قلب بيروت أخذ كل لبنان وصل على قلب بيروت شو طلع منه طالت الخطوط التي يتنقل فيها والمواقع التي ينتشر فيها وبلش الشغل عليه بلش نهار خمسة عشر يوم بيروت صار يصرخ وهكذا سيحدث في غزة ويحدث الآن أصلا الأمور لم تهدأ يوما لحظة ساعة والمقاومة موجودة تحت الأرض موجودة وفو الأرض موجودة وتقتل كل يوم كل يوم في عشرات يقتلون في مئات يجرحون في عشرات الدبابات والأليات تحرق أدي بعد بده يسكت يعني يتستر عليها الإسرائيلي وعلى جبهة الجنوب نفس الأمر أدي فيه يتستر أدي فيه يتحمل هو عم بيقول أسابيع ماشي لأخر السنة لأول السنة الجاي فليكن فلنرى ما الذي سيفعله في خسارة شهداء نعم في خسارة شهداء لكن شهداؤنا إلى الجنة قتله إلى النار وشهداؤنا يكتبون تاريخ وطنهم وبلدهم وكرامتهم وقتله يكتبون تاريخ هزيمته هذه المعادلة ببساطة والعالم يصح كله على حقيقة فلسطين وحرب فلسطين وحق فلسطين ببركة هذه الدماء حاجة النواحين الكذابين المنافقين لابدهم يستعملوا الدم ليطلبوا الهزيمة لابدهم يستعملوا الدم ليزرعوا الشقاق لابدهم يستعملوا الدم ليزرعوا الشكوك والمقاومة لابدهم يستعملوا الدم مش لأنه ألبن على الدم وألبن على غزة أبدا لأنهم جزء من ماكينة الهزيمة جزء من الماكينة التي تريد أن تبث الحرب النفسية لا تصغوا إليهم الأخلص للدماء التي تسقط في غزهم أهل المقاومة من فلسطين للبنان للعراق لسوريا لليمن هؤلاء الذين يتحدون الدنيا يتحدون الغرب وكله من أجل ماذا؟ لماذا يفعل اليمنيون ما يفعلون؟ لماذا يفعل اللبنانيون ما يفعلون؟ لماذا يفعل العراقيون والسوريون ما يفعلون؟ إذا لم يكونوا مؤمنين بفلسطين وبغزة وبالمقاومة لماذا بدون يعملوا هذا الشيء؟ هوا هن البكائين الحقيقيين لكنهم لا يبكون حزنهم قهرهم ألمهم غضبهم يحولونه إلى مواقف أما الذين ينتحبون فهؤلاء جزء من لعبة الإضعاف والتوهين من أجل أن تقول الناس خلاص هزمنا يا خي عم يعملون ما فيه مشروع لغزة بعد حماس وفيه مشروع للبنان لتطبيق السبعة عشر سفر واحد عشو حملة اللي هسلم بالعرض خلاص شون تؤدون ما هذا من أول يوم قالوا لنا إياه من اثنين وثمانين هن يلاحقينها شون تؤدون قد أمريكا وقد إسرائيل نحن بسنتين ببيروت نقلبت الدنيا رأسا على عقب طار 17 عيار وطار المارينز ما بقى أبد هالأد هلا بغزة ما فيه سنتين فيه شهر فيه شهرين ومنتقابل للي عم يسألوا منتقابل وستنتصر غزة وسيفتح معبر رفح دون شراكة إسرائيلية سجلوها عليه وستدخل مواد الإسمنتي والحديد وكل مواد الحياة ويفتح ميناء غزة وتتصرف غزة خارج لطاق العصار ويسترجي الإسرائيلي يرفع رأسه ثقوا بهذه المقاومة فهي أهل لهذه الاتقاب السلام القدس لكم وعليكم